عام 1922 تأسس الاتحاد السوفيتي دولة جديدة سيكون لها تأثير عميق على العالم بأسره وستقوم على أنقاض الإمبراطورية الروسية بعد حرب أهلية طويلة ودامية كانت روسيا في أعقاب الثورة البلشفية في حالة طراب مطلق حدث صدام مسلح وحشي ودموي في محاولة للقضاء على هذا النظام الجديد قبل أن يتمكن من السيطرة على البلاد البلشفة نجح أخيرا نحو عام 22 ثم جاء العمل الشاق لمحاولة إنشاء دولة اشتراكية للمرة الأولى على الأطلاق فجأة ومن المجهول أصبح فلاديمير لينن زعيم أكبر أمة على وجه الأرض وبدأ يفرض إرادته لينن انتصر في الحرب وفاز بالثورة لينن هو أحد الشخصيات الرائعة التي تركت بصمتها في التاريخ يجب أن يفهم المرء أن لينن كان شخصية استبدادية ولم يرد أن يخلفه أحد وهذا ينطبق على الشخصيات الاستبدادية عبر التاريخ لكن سيكون له خليفة مستقبلية سيتبين أنه أكثر الشخصيات قسوة عند التعامل مع كل من شعبه وأعدائه الخارجيين أدركوا بعد الثورة أن الاتحاد السوفيتي كان محاطا بالأعداء ولا صديق له في العالم شعروا بذلك وربما كانوا محقين وكان الحل الوحيد هو بناء جيش ضخم مجهز بالكثير من الدبابات والطائرات والسفن وهو ما فعلوه في أعقاب الحرب العالمية الثانية ظهر الاتحاد السوفيتي كقوة عالمية عظمى جديدة تضاهي الإمبراطورية الروسية العظيمة القديمة كنا صغارا في ذلك الوقت وشهدنا إنجازات عظيمة من الاتحاد السوفيتي أطلقوا القمر الاصطناعي سبوتنيك إنجاز علمي رائع وأرسلوا أول إنسان إلى الفضاء يوري جاقارين أيضا إنجاز رائع ولهذا كان الناس يقولون إنهم يرون الاتحاد السوفيتي منافسا حقيقيا للولايات المتحدة والآن وبعد قرن من تأسيسه يبدو أن الاتحاد السوفيتي كان عاملا أساسيا في رسم أحداث القرن العشرين ترجمة نانسي قنقر 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 وهو تدميرها شكلت قوميات مختلفة جيوشها الخاصة كالأوكرانيين والجورجيين وشاركوا في القتال كما كان هناك الجيش الأسود الذي قاتل جميع الأطراف وتحالف مع أحدها أحيانا الجيشان الأساسيان هما الأحمر والأبيض مع فصائل مختلفة أخرى وبالطبع منذ عام 19 اعتقد اليابانيون والفرنسيون والبريطانيون والأمريكيون أن بإمكانهم التدخل وإنقاذ الموقف وبذلك كان هناك ما لا يقل عن خمسة أو ستة جيوش أجنبية معظمها تقاتل البلاشفة وتحاول مساعدة البيض لكنها استسلمت في النهاية لأن ذلك زاد من قوة الجيش الأحمر مع ازدياد الشعور القومي للفلاحين والعمال بينما انتصر لينين القائد العام للبلاشفة وتروتسكي قائد الجيش الأحمر في الحرب الأهلية الروسية كانت هناك شخصية أخرى أثبتت نفسها بقوة في المعركة بعد ترسيخ لينين وتروتسكي نفسيهما في السلطة تم إلغاء لتشيكا وحلت مكانها الشرطة السياسية القديمة وللتحقق من كفاءتها تم تشكيل راب كرين وهي مجموعة تفتيش العمال والفلاحين التي يرأسها جوزيف فيزاريانوفيتش يوغاشفيلي الملقب بالرفيق ستالين ولد ستالين في جورجيا إحدى المناطق القومية للامبراطورية الروسية كان نجل صانع للأحذية في البداية كان ينوي الانضمام إلى الكنيسة والتحق بالمدرسة الدينية انضم إلى البلاشيفة في سن مبكرة وأصبح معروفا بعمله الفعال إذ عمل سريا في السطو على البنوك والمظاهرات السياسية أمضى بضع سنوات خارج البلاد لكنه عمل بشكل أساسي داخل البلاد وخلال الحرب الأهلية أصبح مسؤولا عن جميع الكوادر البلشفية وعن التنظيم وطور شبكة مناصرة ومن ثم أصبح أحد الخلفاء المحتملين للينين بشكل واضح استخف الجميع به لأنه تظاهر بأنه ليس ذكيا ولا يعرف اللغات الأجنبية كما تظاهر بأنه لم يقرأ أي شيء لذا اعتقدوا أنه سيكون ساعيا مفيدا وسيعمل على جذب الآخرين إلى المنظمات وعندما أسسوا لجنة مركزية وجدوا أن المنصب الأكثر رتابة هو السكرتاريا لكن النقطة الهمة أن السكرتاريا إذا كان لديهم ما يكفي من قوة الشخصية والسلطة والقسوة هم الذين سيحددون خطط العمل ومن سيتلقاها ومن سيتم إختاره بالاجتماعات ومن سيسمح له بالكلام ومن يكتب الملاحظات وما إلى ذلك ونتيجة لذلك وحتى نهاية الاتحاد السوفيتي كان أقوى شخص هو السكرتير الأول للجنة المركزية وليس الرئيس أو رئيس اللجنة وهذا ما فعله ستالين كانت إحدى المهام الرئيسية لستالين في الحزب البلشفي كيفية معالجة هذا النظام الجديد لقضية القوميات التي كانت تشكل الإمبراطورية الروسية ظهر اهتمامه بالقوميات وإنشاء الاتحاد السوفيتي بسبب تعيين لينين له بين عامي 11 و12 خبيرا في القوميات فذهب ستالين إلى فيينا حيث عاش هناك بضعة أشهر وكتب ورقته البحثية حول مسألة القوميات التي أوضحت له ولينين ما يجب فعله بصدد تلك المسألة علينا تفهم أن الإمبراطورية الروسية كانت إمبراطورية متعددة الأعراق كانت تحتوي ما يقرب مئة مجموعة عرقية صغيرة وعلى بضع مجموعات كبيرة كان أكبرها بالطبع هم الروس الأرثوذوكس كما وجد البولنديون الكاثوليك والفنلنديون البروتستانت والجورجيون بكنيستهم الخاصة والأذربيجانيون والشيشان المسلمون لذا كان السؤال الأهم في الإمبراطورية الروسية كيفية إسقاط القيصر وتحرير هذه الشعوب كانت مشكلة الأقليات القومية منتشرة في أنحاء أوروبا وقرر وودرويلسون أن الحل هو السماح للمجموعات القومية بتقرير مصيرها بنفسها وإنشاء دول إن أرادت ذلك كانت روسيا إمبراطورية متعددة القوميات لذا كانت المشكلة كيفية تنظيم القوميات المختلفة وقرر لنين أن تكون للقوميات أوطانها الخاصة وأن يكون الاتحاد السوفيتي اشتراكيا في المضمون وقوميا في الشكل وهكذا تشكلت الجمهوريات تحت مظلة القومية أعاد غزو أوكرانيا وبيلاروسيا واستعادها من جديد واستعاد الققاز بما في ذلك جورجيا موطن ستالين لكنه خسر دول البلطيق التي أصبحت مستقلة كما خسر فنلندا وبولندا فكيف يدير بقية إمبراطوريته وماذا يفعل بهذه الجنسيات لأن البلشيفة دعموا حقهم في الحرية وأصبحت لكل منهم حركاته القومية الخاصة الآن وكلهم رغبوا بشدة في الاستقلال كان هذا السؤال الكبير ما هو نوع البلد الجديد الذي يجب إنشاؤه للإبقاء على هذه الأقاليم داخل الدولة السوفيتية البلشفية الجديدة ومنحها الحرية هذا هو السؤال الأهم في ديسمبر من عام 22 كان الحل الذي وضعه البلاشفة إنشاء نظام جمهوريات اتحادية عرف بالاتحاد السوفيتي يأتي الاسم من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية كان اتحاداً لجمهوريات شبه مستقلة ومستقلة اسمياً كانت سوفيتية لأن الشكل السياسي يقوم على المجالس المنتخبة والمرادف الروسي لكلمة مجلس هو سوفيت وكانت اشتراكية لأن الدولة تملك وسائل الإنتاج في البداية كانت جمهورية روسيا الاتحادية التي ما زالت موجودة وكانت الجمهورية الأوكرانية التي ظهرت عند الاستقلال الأوكراني واستمرت حتى عام عشرين وكانت هناك جمهورية قوقازية انقسمت فيما بعد إلى جورجيا وأرمينيا وأذربيجان كانت آسيا الوسطى ما زالت في حالة من الفوضى حتى عام أربعة وعشرين والدول الحالية مثل كازاخستان وطاجاكستان وأوزباكستان وقرغيزستان لم تظهر حتى منتصف العشرينيات عندما هدأت الأوضاع فيها هناك اختلافات كبيرة بين لينين وستالين حول الاتحاد الجديد للجمهوريات الاشتراكية اعتبره لينين نظاما لا مركزيا إذ تتمتع كل جمهورية اشتراكية بسلطة كبيرة على شؤونها الخاصة رأى ستالين الأمر بشكل مختلف أرادها أن تحكم من المركز إذ أراد أن تكون روسيا القوة المهيمنة وأن تكون موسكو القوة المركزية وفضل أن يدير بنفسه الأمر برمته كان ذلك مفاجئا نظرا لأنه كان جورجيا في الوقت الذي كان يتم إنشاء هذه الدولة الجديدة كان زعيمها يعاني من حالة صحية متردية إذ أدت سلسلة من السكتات الدماغية إلى فقدان لينين قدرته على الكلام وسرعان ما دعت الحاجة إلى زعيم جديد كان هناك رجل واحد يخطط منذ فترة طويلة لهذا المنصب وسيصبح في النهاية إحدى أقوى الشخصيات المهابة في العالم بأسره في يناير عام أربعة وعشرين توفي فلاديمير لينين وعندها احتدمت معركة خلافة القيادة في الاتحاد السوفيتي وكان ستالين مصمما لتحقيق طموحه في القيادة ثم في الحادي والعشرين من يناير عام أربعة وعشرين الدكتاتور الأصلع ذو الوجه الدائري غادر المشهد فجأة مات حرفيا من كثرة العمل كانت جنازته مشهدا فضيعا حيث اصطف مئات الآلاف في الشوارع في حرارة خمس وعشرين تحت الصفر يبدو أن الجميع أرادوا أن يعبروا عن احترامهم للمرة الأخيرة تخلص ستالين من منافسه بشكل ممنهج وببراعة لا تصدق إذ لم يكونوا يعلمون ما الذي يحدث باعتقادي كان خوف لينين الأكبر أن يطور ستالين طائفة تابعة له مثل الطائفة التي نشأت حول لينين نفسه وفي الواقع استغل ستالين ذلك إذ أسس طائفة تابعة للينين وعندما مات لينين تولى مسؤولية ترتبات الجنازة أراد السيطرة الكاملة على ما يحدث لإرث لينين كان ستالين هو من أراد تحنيط جسد لينين على عكس رغبة أرملة لينين وبمجرد وفاة لينين انتقلت هذه الطائفة التابعة إلى ستالين وستصبح هذه أحدى السمات المميزة لفترة حكمه بالكامل في الاتحاد السوفيتي ترك ستالين كنوع من الأعضاء القياديين في اللجنة إلى جنب مع تروتسكي وكانت هناك شخصيات رئيسية أخرى مثل زينوفييف وكامينيف وشخصيات أصغر مثل بخارين أيضا وريكوف من الشخصيات الرئيسية أيضا لكن المتنافسين الرئيسيين كان ستالين وتروتسكي ورغم أنه دائما يقدم ذلك أنه أحد أكبر الصراعات وأن فوز ستالين بصراع الخلافة هذا كان أمرا رائعا لكنه كان قد فاز به بالفعل حين مات لينين كان الشخصية البارزة في النظام وكان على شخص ما أن يفعل شيئا جذريا لإيقافه كان مسيطرا على مفاصل الحزب وسيطر الحزب على البلاد لكن تروتسكي في الواقع منافسه المثالي كان تروتسكي متغطرسا للغاية وكان مشهورا وبارزا وفخورا بنفسه لدرجة أنه كان يعتقد أنه ليس بحاجة إلى القيام بالكثير من التخطيط وأنه سيستلم القيادة أول ما فعله ستالين إخبار تروتسكي أنه بحاجة للراحة واقترح أن يذهب تروتسكي إلى القوقاز ورغم كون تروتسكي شخصية قوية جدا إلا أنه كان يدخل في بعض الأحيان في حالة هستيرية ويصاب بنوبات إغماء ويشعر فجأة بمرض نفسي لذا وافق تروتسكي وذهب في رحلة صيد الطيور أمر ستالين بمنع تروتسكي من مقابلة أي شخص وعدم تلقي برقيات أو رسائل لذا فوت تروتسكي جنازة لينين وكما تعلمون فالأشخاص الذين يفوتون الجنازات يفوتون قراءة الوصية وتوزيع الغنائم كذلك كانت مناورات ستالين خلال جنازة لينين بداية النهاية لدور ليون تروتسكي في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الجديد وبداية خطط ستالين الراديكالية للأمة ستالين وزينوكييف وكامينيف أجبروا تروتسكي على الذهاب إلى المنفى ثم أطاح ستالين بشريكي وأنهى السياسة الاقتصادية الجديدة لتحل محلها ثلاث خطط خمسية متتالية وكلها مصممة لزيادة القدرة الانتاجية وخاصة الصناعات الثقيلة وإنتاج الطاقة من العام ثمانية وعشرين إلى العام واحد وأربعين ارتفعت القدرة الصناعية لروسيا بنسبة ثلاثمائة في المائة تقريبا بعد الحرب الأهلية روى جالين لسياسة التسوية الاقتصادية والسياسية الاقتصادية الجديدة التي سمحت للكثير من قوى السوق بتأخر الشيوعية لأن البلاد كانت فقيرة للغاية وبالطبع في الحزب الشيوعي كانت هناك مجموعة متنوعة من الأراء حول الاتجاه الذي يجب أن يسلكوه وما إذا كان ينبغي لهم السماح ببعض قوى السوق أو كان ينبغي أن تكون لهم مواقف شيوعية صارمة مع السياسة التجميعية وفي الوقت نفسه كانت الصناعة قضية كبيرة أخرى وكان القياصرة بدأ في دعم التصنيع في روسيا في تسعينيات القرن التاسع عشر ودمر ذلك في الحرب ووجهوا أنظارهم نحو أمريكا القوة الصاعدة ورأوا هذه المعجزة التي تحدث في أمريكا مع الإنتاج الضخم وأرادوا ذلك أيضاً لكن بينما أراد الاتحاد السوفيتي محاكاة التصنيع الذي شهدته دول مثل الولايات المتحدة ظل حذراً جداً من مكانته غير المستقرة في الشؤون الدولية الحزب البلشفي الذي أصبح الشيوعية فيما بعد انقسم في سياسته الخارجية اعتقد اليساريون أن الثورة في بلد ما لا يمكن أن تستمر من تلقاء نفسها لذلك اعتقدوا أن الثورة العالمية وحدها ستحقق الاشتراكية الحقيقية لذلك اعتقدوا أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة يجب أن تصبح اشتراكية أيضاً من أجل إنجاح الثورة ولهذا تضمن جزء من السياسة تنظيم الأحزاب الشيوعية الأجنبية ودعمها وتقويض الحكومات وتنفيذ هذه الثورة لكن في الوقت نفسه كان الاتحاد السوفيتي بحاجة إلى البقاء في العالم القائم لذا كانوا منخرطين أيضاً في علاقات دبلوماسية مع هذه القوى في محاولة لترتيب الصفقات التجارية لاستعارة التكنولوجيا لتطوير اقتصادهم فاعتمدوا سياستين من ناحية لطفاء مع البلدان الرئيس مالية ومن ناحية أخرى يحاولون تقويضها بأحزابها الشيوعية المحلية تغيرت السياسة الخارجية إذ كان مرناً للغاية في السياسة الخارجية لكن الشيء الأساسي كان تعزيز الاتحاد السوفيتي بأي وسيلة ممكنة وبهذا المعنى كان راديكالياً للغاية داخلياً وكان يقمع الناس بشكل رهيب لكن فيما يتعلق بالسياسات الخارجية كان رجل دولة تقليدياً إلى حد كبير إذ كان يقيم التحالفات ويكسب الأصدقاء ويحاول كسب الأراضي لجعل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية عظيماً في السنوات الأولى للاتحاد السوفيتي تاقى لينين وستالين من بعده على حد سواء للاعتراف الأجنبي أرادا الاعتراف بهذه الدولة الثورية الجديدة من قبل الدول في جميع أنحاء العالم من أوائل الدول التي دخلت في مفاوضات كانت بريطانيا العظمى وحصلت على اتفاقية التجارة الأنجلو سوفيتية ثم حصلت على اعتراف ديبلوماسي بعد ذلك بوقت قصير وفي النهاية اعترفت أمريكا بنفسها في أوائل الثلاثينيات بهذه الدولة الجديدة وأرسلت سفيراً إلى موسكو وبعد ذلك بوقت قصير تم الاعتراف بالاتحاد السوفيتي من قبل عصبة الأمم في عام أربعة وثلاثين وشكلت لحظة هامة للاتحاد السوفيتي إذ اعترف أخيراً بها دولة رسمية على ساحة الدولية رغم الاعتراف الرسمي بالاتحاد السوفيتي على الساحة الدولية إلا أن علاقاته المتوترة للغاية مع القوى الأجنبية استمرت لكن أحد الفرص المفاجئة للاتحاد السوفيتي للتنمية الصناعية في هذا الوقت كانت مع البلد الذي كان في صراع مباشر معه قبل بضع سنوات خلال الحرب العالمية الأولى ألمانيا ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى كانت دولة منبوذة لم يسمح لها بامتلاك جيش ولا بامتلاك دبابات أو طائرات لذا اتفقوا مع دولة منبوذة أخرى وهي الاتحاد السوفيتي وطوروا غواصات ودبابات وطائرات في مواقع مختلفة على نحر الفولغا كانت أول دولة اشتراكية في العالم لذا كانت تجربة هائلة في تحويل النظام الاقتصادي وتهيئة البلاد لبناء السدود الكهرومائية لبناء الاقتصاد النخبة الاقتصادية السوفيتية قررت أن التخطيط الاقتصادي المركزي سيكون الطريقة الأكثر فعالية لتعبئة الموارد لذلك حددت الأهداف لكل قطاع اقتصادي من قبل المركز ووجهت الأوامر للقطاعات الاقتصادية لتنفيذ أدوارها في الخطة لذلك في البداية أدركوا أنهم بحاجة إلى البنية التحتية والصناعات الثقيلة كقطاع النقل وقطاع الطاقة وتصنيع الآلات من أجل توفير القدرة على تطوير الاقتصاد بعد ذلك من خلال صناعات السلع الاستهلاكية وإنشاء بنية اقتصادية واسعة وحشدت الطاقات كافة من أجل هذه الخطة تبنى ستالين في النهاية النظرة اليسارية المتطرفة للشيوعية التي كانت جماعية وألغت الملكية الفردية لجعل البلد قوة عظمى ولتعزيز التصنيع وأفضل طريقة للقيام بذلك كانت تجميع الحقول والمزارع أيضا ثم بيع الحبوب في الخارج وشراء المعدات التكنولوجية لجعل البلاد صناعية وهذه هي السياسة التي قرر اتباعها كانت سياسة راديكالية وبحلول عام 28 قرر أن هذا هو السبيل الوحيد لجعل الاتحاد السوفيتي قوة عظمى ولضمان بقاء الاتحاد السوفيتي وهذا ما قرر فعله بالضبط وكان سيحقق ذلك بأي ثمن السياسة الاقتصادية التي وضعها جوزيف ستالين أواخر العشرينيات أدت إلى مجاعة واسعة نطاق في أنحاء الاتحاد السوفيتي فعل ذلك أولا بإدخال سياسة المزارع الجماعية تم التجربة هذه السياسة لفترة وجيزة في عشرينيات القرن الماضي ووجدوا أن الفلاحين لا يريدون امتلك خيولهم بشكل جماعي وتمردوا عليها وسرعان ما تم التخلي عن تلك السياسة ثم حاول مرة أخرى في عام 29 وهذه المرة تم التنظيم بمساعدة الجيش الأحمر ويقال إن الفلاحين وللمرة الأولى في التاريخ الروسي أكلوا كل ما أرادوا من اللحوم لأنهم وبدلا من تسليم خنازيرهم وأغنامهم وأبقارهم قرروا إقامة وليمة ضخمة وأكلوا قدر استطاعتهم أحدى سياسات لينين وسياسات ستالين هي تدمير طبقة المزارعين الثرية الذين يسمون مزارع يومن المزارعون الذين امتلكوا الكثير من الأراضي وأنتجوا الكثير من المنتجات التي يبيعونها اعتبر هذا غير مقبول للنظام البلشفي وكان من المقرر تصفيتهم وكان من المقرر جمع مزارعين آخرين من صغار الفلاحين في مزارع جماعية وإنتاج الحبوب والإمدادات لصالح الدولة كانت هذه كارثة مطلقة لأنه من ناحية قضى ستالين على الفئة الوحيدة من المزارعين التي تنتج فائضاً إنتاجياً ولم يعد هناك أي حافز لبقية الفلاحين لإنتاج الطعام لأنه سيأخذ منهم على أي حال وهو ما أدى لحدوث المجاعة الكبرى أوائل الثلاثينيات لم يستمع النظام إلى مطالب الناس ولم يقتنع بحقيقة أنه لا توجد بذور للزراعة وأصر على حصص عالية من المحاصيل على أي حال ما أدى إلى موسم حصاد أسوأ في العام التالي مع خسائر في الأرواح والدمار وبخاصة في أوكرانيا لأن هذه كانت المنطقة الرئيسية لزراعة الحبوب لكن ذلك أثر فيما بعد على أجزاء من جنوب سيبيريا وشرق روسيا أيضا لا يعتقد المؤرخون الذين نظروا عن كثب في هذا التاريخ أن هذا هجوم متعمد على القومية الأوكرانية أو الاستقلال الأوكراني بل مجرد تعبير مأساوي رهيب عن الأخطاء التي ارتكبت في التخطيط الاقتصادي وعدم الاستعداد لجمع معلومات غير متحيزة بل بالأحرى محاولة تصديق التوقعات والتقارير الوعدة بدلا من التقارير الفعلية لم تحفظ السجلات بشكل صحيح لكننا نعرف عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بفضل تقرير التعداد السكاني لعام سبعة وثلاثين الذي جاء فيه نحو 12 مليون شخص مفقود أطلقوا النار على الأشخاص الذين أجروا التعداد وأجروا تعدادا جديدا مزيفا المشكلة التي سببت المجاعة حدوث ركود في أنحاء أوروبا ولم يكن هناك طلب كبير لشراء الحبوب من الاتحاد السوفيتي لذا لم يكن السعر جيدا وكان عليهم بيع مزيد من أجل تمويل تصنيعها قتلت المجاعة عددا هائلا من الناس ما بين عشرة ملايين وربما خمسة عشر مليون لأنها لم تصب الأوكرانيين فحسب بل المزارعين الروس أيضا كانت تلك السياسة الزراعية ضربا من الجنون وأعتقد أن عمال الحزب أصبحوا متشائمين للغاية إذ أدركوا أن مهمتهم تجلت في التدمير أطلفت كروم العنب ودمرت المزارع وقتلت الحيوانات لم تخزن الحبوب بشكل صحيح بل تعفنت على جوانب السكك الحديدية كانت ضربا من الجنون لكنها حلت مشكلة واحدة تخلصت من الفلاحين كقوة وأسكتت الباقي بالترهيب لم يكن الفلاحون وحدهم من تعرضوا للترهيب بل قادة الحكومة وثوار البلاشفة الأصليون استهدفوا أيضا كان يأخذ رفاقه البلاشفة القدامى الذين ساعده الكثير منهم على الوصول إلى موقع السلطة المطلقة وشرع في تصفيتهم في المحاكمات الشكلية التي جرت في موسكو رجال مثل كامينيف وزينوفييف قد حكموا بتهم ملفقة ولم يكن هناك أي شك أنهم سيدانون وفعل هذا بالعديد من رفاقه البلشفيين القدامى قدموا للمحاكمة وقد أدينوا وتم إعدامهم كان هذا التصرف تصرفا وحشيا للغاية هذه أيضا سنوات الإعدامات الكبرى المسمات يوجوف جونا تكريما لجلاد ستالين إن آي يوجوف لا أحد يعرف عدد الأشخاص الذين أنهيت حياتهم في بعض المقاطعات اختفى قرابة أربعة بالمئة من السكان كامينيف وزينوفييف اللذان ساعدا ستالين في الاستيلاء على السلطة تم التخلص منهما سريعا أصبحت الصداقة مع أي منهما تعد جريمة وبسبب ذلك وبالإضافة إلى الأنشطة اختفى أكثر من نصف القيادة الشيوعية العليا والألاف من المسؤولين الأقل سلطة كما هو الحال لمعظم ضباط الجيش كانت المحاكمات الشكلية من روائع الدعاية كان من المفترض أن تكون عرضا علنيا للجريمة والعقاب وتم التدرب عليها بعناية وأعدت بعناية أولئك الذين حكم عليهم في هذه المحاكمات كانت اعترافاتهم مكتوبة دعيا مئات الأشخاص لمشاهدتهم ونقلتها وسائل الإعلام هذه محاولة للإثبات أمام الناس أن هناك أعداء في البلاد وأن ستالين يقوم بعمل جيد في العثور عليهم وتصفيتهم كما كانت رسالة للحكومات الأجنبية أن الاتحاد السوفيتي كان عازما على الحفاظ على سلامته ساعد ستالين رئيس شرطته حينها والذي كان شاعرا منحطا وكانت له علاقة كبيرة بالمسرح وإذا كنت تعرف طريقة ستانسلافسكي في التمثيل التي ما زالت قائمة حتى اليوم فإنها طريقة مدمرة للممثل لأنها تملي عليه من يكون وعند اعتقال السجناء واستجوابهم كانوا يتدربون تماما كما درب ستانسلافسكي الممثلين ودربوا على محاكمتهم لذا عندما مثلوا أمام المحكمة كانوا يقولون نعم أنا مذنب كنت جاسوسا يابانيا طوال حياتي وكانوا بالطبع يرتكبون أخطاء قائلين إنهم التقوا بشخص ما في فندق ملغا منذ أربعين عاما وكان الكثير من الأجانب مقتنعين ومنهم كريستوفر هيل وبرنارد شو والأشخاص الذين تظنهم أذكى إذا قال أحد إنه مذنب فهو مذنب عدد قليل جدا من ضحايا يوجوف يحاكمون كانت بعض المحاكمات لافتة للنظر كمثال لهذا دين العديد من المتهمين بالتآمر مع تروسكي عام 36 في فندق بريستول في كوبينهاجن ولكن في الواقع كان الفندق مغلقا في ذلك التاريخ القضية التالية عام 38 تم التخلص من يوجوف نفسه مع العديد من القضاة ومشغلي معسكرات العمل وما إلى ذلك عندما نظر ستالين إلى الاتحاد السوفيتي رأى أن هناك عدم ولاء في الحزب وأراد الكثير من الناس التخلص منه ولم يكن الكثير من الناس سعداء بسياسته التجميعية ومعاناة الفلاحين وكان هناك عدم ولاء في عائلته كما أصبح رؤساء الأحزاب مثل الأمراء الصغار الذين يديرون مناطقهم الخاصة لذا قرر أن طريقة التعامل الأساسية مع هذا يجب أن تكون عن طريق إراقة الدماء والترهيب بشكل متعمد وأطلق رعبا كبيرا في العام 35 حيث تم إعدام أكثر من مليون شخص بريد ذلك في وقت يشهد توسعا كبيرا لجولاك وهي معسكرات اعتقال تقام غالبا في أماكن نائية في سيبيريا على مسافة كيلومترات من أي مكان حيث يرسل السجناء السياسيون أو مثيروا شغب أو أي شخص يعتبر معاديا للنظام إلى هناك وغالبا ما كانوا يسيرون إلى هناك في ظروف شاقة إلى حد لا يوصف وكانوا يسجنون هناك وكان عليهم أن يعملوا فقد كانت تلك معسكرات عمل قسري ولم يحصلوا إلا على القليل من الطعام وكانوا محتجزين في ظروف بداية وسط الشتاء السيبيري حيث الجو شديد البرودة توفي الملايين ربما مليون ونصف أو مليون شخص في هذه المعسكرات لكن عنى ذلك أنه في نهاية الثلاثينيات كان ستالين سيدا مطلقا للاتحاد السوفيتي قضى على أي شخص تحداه كان هناك نحو ألفين مندوب في مؤتمر الحزب الشيوعي في عام 1934 فقد ثلثاهم حياتهم بنهاية عملية التصفية الكبرى لذا تم استهداف القيادة بشكل غير متناسب لكن كان هناك العديد من الضحايا الآخرين إذ كانت هناك مجموعات كاملة أخرى من الضحايا من أفراد الأقليات القومية الذين اشتبها في عدم ولائهم في حالة اندلاع الحرب إذ كانت هناك أقلية ألمانية في روسيا موجودة منذ مئتي عام وكان يخشى أن تكون غير موالية لذا أعدم أفرادها وكذلك البولنديون الذين يعيشون على الأراضي الحدودية بين الاتحاد السوفيتي وبولندا كان يخشى أن ينقلبوا ضد الاتحاد السوفيتي في حالة الحرب لذلك جرموا ليس بسبب أي شيء فعلوه بل بسبب اللغة التي تكلموها كان أمرا مثيرا للسخرية استمر الأمر ثمانية عشر شهرا ثم وقعت أحداث عدة لم يستطع حتى ستالين تجاهلها منعت استمرار هذه السياسة مثلا كان هناك مختبر ذو درجة حرارة منخفضة في موسكو وقد اعتقل الكثير من العلماء لدرجة أنه كان على وشك الانفجار وتدمير جزء كبير من مترو الأنفاق الجديد الذي كان يبنى ولذا قرروا عكس الأمور أصبح رئيس الشرطة الصغير نيكولاي يوجوف مخمورا تماما ثم توقف عن الحضور إلى العمل فقرر ستالين التخلص منه وهكذا انتهى الرعب العظيم بشكل مفاجئ نهاية عام ثمانية وثلاثين وأصبح عام تسعة وثلاثين بمثابة النعيم إذ يمكنك كتابة ما يعجبك والمشي في الشوارع وقول ما يحلو لك ولم ينزعج أحد كانت فترة استثنائية إذا نظرت إلى الكتب التي نشرت يمكنك أن ترى ستالين بدأ يسترخي بعد الإرهاب العظيم كان في بعض النواحي منهكا أخلاقيا ربما أدرك أنه لا يستطيع الاستمرار وأنه سيبقى بلا شعب يحكمه بحلول أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي أعادت الطبيعة المتغيرة لأوروبا تركيز اهتمام ستالين واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية على الشؤون العالمية بدلا من الشؤون الداخلية الأمل الكبير بداية الثورة البلشفية أن ينتشر ذلك إلى بلدان أخرى ولسيما ألمانيا التي كان ينظر إليها أنها ملائمة لنوع مماثل للثورة البلشفية لكن ذلك لم يحدث وتغيرت الأحداث بسرعة في الثلاثينيات أصبحت ألمانيا قوة مهيمينة في أوروبا وأصبح هتلر هو الشخصية المهيمينة في أوروبا وأدرك ستالين هذا أراد ستالين حماية الاتحاد السوفيتي قدر الإمكان اعتبر هتلر عدوه الأول لكنه اعتبر أيضاً أن الديمقراطيات الغربية مثل فرنسا وبريطانيا وأمريكا أعداء رأسماليون لمحاولتهم تدمير الاتحاد السوفيتي بتدخلهم في الحرب الأهلية لذا كان متشككاً بشأنهم وربما كان أكثر تشككاً بهم برأيه لأنه كان يعتقد أن الحركات النازية والفاشية المعارضة للشيوعية جاءت على الأقل من جذور شعبية ثورية وكان يديرها زعيم أوحد مثله يمكنه التعامل معه ومع اقتراب الحرب وازدياد الضغط في أوروبا كان عليه اختيار أحد الجانبين كان قرار ستالين النهائي ويتخذ خلف الأبواب المغلقة عندما توجه يواكيم فون ريبنتروب وزير خارجية ألمانيا النازية إلى موسكو في أغسطس من عام 1939 للقاء نظيره السوفيتي فياتشي سلاف مولوتوف وتم إعداد اتفاق بين البلدين عام 1939 ستالين تقبل أنه عاجلاً أم آجلاً عليه محاربة هتلر لكنه لم يعتقد أن حدوث ذلك قريباً يناسب الاتحاد السوفيتي أو أن الاتحاد السوفيتي مستعد لذلك ورأى فرصة في الحصول على غنيمة إقليمية في فنلندا ورومانيا وبولندا والتي كان سعيداً باغتنامها أقنع ستالين نفسه أنه يعرض على هتلر صفقة جيدة من النفط والقمح والعديد من السلع الأخرى التي كانت ألمانيا بأمس الحاجة لها وكان واثقاً أن اختيار وقت مواجهة هتلر بالسلاح سيترك له للاتحاد السوفيتي لكن ما لم يدركه أن جدوله الزمني والجدول الزمني لهتلر ربما لن يتقاطع في النهاية أثبتت توقعات ستالين حول الجدول الزمني للحرب في أوروبا أنها خاطئة بشكل كارثي في أغسطس من عام 1939 أعلن أمام الملاء أن الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية وقعا على ميثاق عدم اعتداء وتسببت هذه الأخبار في وضع العالم في حالة صدمة بدأت الأضواء تشتعل طوال الليل في موسكو وصلت البعثات العسكرية البريطانية والفرنسية للتشاور مع الحكومة السوفيتية وكذلك فعل الممثلون الألمان وفي الحادي والعشرين من أغسطس عام 1939 صدم العالم بإعلان معاهدة بين الروس والألمان اتفقوا فيها على عدم قتال بعضهم عندها أصبح العدوان اللدودان في حالة صداقة واضحة كان من الرائع أن يكون لهذه الصداقة أي معنى لكن لم يحدث عندما أعلنت أخبار اتفاق مولوتوف ريبينتروب للعالم كان العالم مذهولا تماما كل هذا جرى في الخفاء وجرت المفاوضات كلها خلف الأبواب المغلقة لم يصدق أحد في الغرب أن ستالين سيعقد صفقة مع عدوه اللدود هتلر ولكن أيضا داخل الاتحاد السوفيتي كانت هناك صدمة عميقة لكون هتلر الذي قدمه النظام أنه الوحش المدمر جالس فجأة مع ستالين وعقد صفقة معه وليس مجرد صفقة بل وقع معه ميثاق عدم اعتداء كان ستالين والقادة السوفيت خائفين جدا من نوايا هتلر بدءا من وصوله إلى السلطة عام 1933 بمنصة معادية للشيوعية كان أول ما فعله هتلر هو حضر الحزب الشيوعي الألماني وسجن الشيوعيين الألمان وفي بداية عام 1936 تبنى الاتحاد السوفيتي سياسة دعم الجبهات الشعبية في محاولة لحشد جميع الاشتراكيين وجميع المعتدلين في الجبهات الشعبية ضد الفاشية لذلك كانوا يحاولون بشدة الانضمام إلى تحالف دولي لمحاربة النازية ومحاربة الفاشية من عام 1936 إلى 1939 كان ستالين يحاول الانضمام إلى اتفاقيات أمنية جماعية مختلفة مع بريطانيا وفرنسا لكنهم لم يسمحوا له بالدخول وعندما استبعد ستالين من اتفاقيات ميونيخ بدأ يشعر بأنه سيستبعد من أي حماية قد يمنحها الأمن الجماعي للاتحاد السوفيتي لذلك بدأوا بعد ذلك بالتفاوض على الجانب الآخر من أجل اتفاق مع هتلر ليحميهم العديد من الشيوعيين في أوروبا الغربية والولايات المتحدة كانوا بحيرة شديدة من اتفاق مولوتوف ريبينتروب كان ذلك شيئا غير متوقع وشيئا لم يتمكنوا من التوفيق بينه وبين مثولهم العليا لكنهم فعلوا ذلك في النهاية واعتقدوا أنه لا بد أن القائد والكريملين يعرفون ما عليهم ولهذا وافقوا على ذلك لكن ذلك أثار ارتباكا في أذهان الشيوعيين الغربيين كان من السخرية أن يعلن فجأة أن الألمان هم أصدقاؤه وأن يبدأ بسجن الأشخاص الذين نددوا بهتلر في كتبهم ومقالاتهم إذ كان الحزب الشيوعي يملي عليهم ولمدة عامين كانت هذه السياسة الرسمية تعاونوا مع هتلر لأنه يقاتل الغرب الرأسمالي بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان اتفاق مولوتوف ريبينتروب غزت ألمانيا نازية النصف الغربية من بولندا معلنة بدء الحرب العالمية الثانية بعد أسبوعين فقط استولى الاتحاد السوفيتي على النصف الشرقي من بولندا تماما بالطريقة التي اتفق عليها البلدان سرا انتقل جزء من بولندا إلى الاتحاد السوفيتي وسلمت دول البلطيق الثلاث المستقلة استونيا ولاتفيا ولتوانيا إلى الاتحاد السوفيتي ما منحهم مساحة أكبر بينهم وبين الريخ الألماني المتوسع وأملوا أن يساعدهم ذلك إذا وقع الغزو في وقت ما نفذ ما كان يفكر فيه استولى على دول البلطيق وعلى نصف بولندا وأزعجه نصف بولندا هذا بشدة لأنه كان النصف الذي فقده عام عشرين عندما كان المسؤول عن الحرب هناك وتمت التسوية من قبل الضباط البولنديين لذلك أولى عناية كبيرة عند استيلائه على ذلك الجزء من بولندا بموجب اتفاقية مولوتوف ريبينتروب فذبح 22 ألف ضابط بولندي مأسور سهل ذلك دعم الغزو النازي في نهاية المطاف حدث الغزو الاتحاد السوفيتي في الثاني والعشرين من يونيو عام واحد وأربعين عندما انطلقت عملية بارباروسا بأوامر من هتلر كانت إحدى القصص الاستثنائية للحرب العالمية الثانية هي أنه في ألمانيا كان ستالين يملك من خلال المتعاطفين مع الشيوعيين جواسيسا أكثر كفاءة من جواسيس أي دولة في العالم الغربي وكان جميع جواسيسه في ألمانيا يقولون له مرارا وتكرارا إن هتلر سيهاجمه وأخبره بذلك من مصادر رفيعة وبأفضل المعلومات وكانت هذه المعلومات تصل إلى موسكو لكن ستالين رفض تصديق ذلك بالمطلق حذره تشيرشيل بنفسه وأرسل معلومات استخبارية إلى ستالين قائلا إن هذا سيحدث والأهم من ذلك حذر من قبل جواسيسه في توكيو ولا سيما ريتشارد سوج ولم يكتفي بإخباره بأن هتلر على وشك الغزو بل أخبره بالتاريخ المحدد الذي سيحدث فيه الغزو رفض ستالين تصديق ذلك ورفض هذه الروايات باعتبارها ملفقة وعنى ذلك أن الجيش الأحمر لم يكن مستعدا أبدا قرأ هتلر وستالين الكتب نفسها واحد منها هو عن كلاوزيفيتس في الحرب حارب كلاوزيفيتس مع نابوليون وأدرك أن خطأ نابوليون كان القتال على جبهتين في إسبانيا وروسيا خلص ستالين إلى أنه إذا قرأ هتلر هذا فهو يعلم أنه قرأه وعليه القتال في جبهة واحدة كان هتلر منهمكا في محاربة بريطانيا وفرنسا لكنه لن يهاجمني حتى ينتهي منهما وعلى هذا الأساس ارتكب ستالين أحد أكبر أخطائه عندما وقع الغزو في الثاني والعشرين من يونيو عام واحد وأربعين حيث توغلت القوات المسلحة الألمانية على الحدود السوفيتية على جبهة ضخمة يبلغ عرضها ألفين وخمسمائة كيلومتر الملايين من الرجال والدبابات والآلات كانت تتقهقر وهذا أذهل ستالين لم تكن لدى ستالين أي فكرة أن هتلر سيغزو بلاده كانت بمثابة صدمة عميقة سلوك ستالين في أعقاب غزو يونيو عام واحد وأربعين غير متوقع البتة دخل في عزلة لأيام عدة اعتقد الكثير من الناس أنه يظن أن رفاقه سيقتلونه أو يغتالونه لكنه كان المسؤول الوحيد عن هذه الجريمة غير العادية وهذه الحماقة غير العادية المتمثلة في منح ألمانيا حرية المرور في أراضي الاتحاد السوفيتي وتنفيذ هذا الغزو كان كل هؤلاء الرجال الخائفين من حوله الذين كان ستالين يتوقعوا أن يقتلوه في الأيام القليلة الأولى كانوا في حالة من الفوضى وفي حيرة من أمرهم ولم يتمكنوا من التفكير بما يفعلون وفي النهاية نظم ستالين تفكيره وهيأ نفسه وبدأ مرة أخرى بممارسة سلطته وكان يقوم بذلك بحذر وتوتر إلى حد ما في البداية في البداية وجه ستالين خسائر كبيرة أعتقد أن ما يقرب من ستة ملايين رجل فقدوا في السنة الأولى من الحرب واندفع هتلر نحو موسكو باتجاه لينينجراد وإلى أوكرانيا وباتجاه خاركوف وأخذ كل شيء أمامه قبل أن يبدأ الروس في حجد المقاومة المناسبة وتمكنوا من إيقافهم في أكتوبر عام 41 خارج موسكو ولكن قبل ذلك بدأ كأن كل شيء ينهار واستالين نفسه قال إن لينين ترك لهم دولة وقد أفسدوها وشكك لثانية إذا كان بإمكانه فعل ذلك فجاء أتباعه وأخذوه وقالوا إنهم يريدون منه تولي زمام الأمور وعندما حدث ذلك بدأ كأن خطأ عدم توقعه لما قد يفعله هتلر قد غفر له وبذلك استطاع البدء من جديد وفعل ذلك ولكن مع اقتراب الجيش الألماني من موسكو عام 41 بدأ للكثيرين أنه بعد عقدين فقط من تشكيله كان الاتحاد السوفيتي على وشك الانهيار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر